موسيقى رئيس نادي الالتحاد ويوجهها للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وفي الحقيقة النهاردة زيارة لليوم التانية على التوالي بعد ما كان فيه زيارة بالأمس من الكابتن محمود الخطيب أيضا اللي لبى دعوة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي السموحة أيضا نادي من الأندية الكبيرة والمهمة واللي بقى ليها دور كبير جدا في الرياضة المصرية وتعديد كمان في كرة القدم فبالتالي زيارات كلها غاية في الأهمية وهو ده الهدف الأساسي من الرياضة أنه دايما يكون فيه تعاون مصمر ما بين مختلف الأندية المصرية علشان مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام قيمة كبيرة زي الأستاذة محمد مصلحي يوجه دعوة لقيمة كبيرة رياضية كابتن محمود الخطيب بما أنه رئيس النادي الاهلي وبخلاف ذلك كمان هو أحد أساطير اللعبة وبتحديد كرة القدم في مصر ومش في مصر بس لا ده كمان في أفريقيا فبالتالي التواصل وتبادل الزيارات ده أمر غاية في الأهمية والهدف الأساسي والرئيسي من كلاله هو التعاون الدائم بين الأندية. امبارح شوفنا طبعا وتابعنا زيارة الكابتن محمود الخطيب لمقر نادي سموحة وتلبية دعوة المهندس فرج عامر وكان فيه كلام وحديث كتير جدا وكلمة من الكابتن محمود الخطيب وكلمة أيضا من المهندس فرج عامر وده إن دال يدل على مدى قوة العلاقة التاريخية بين النادي الأهلي والأندية المصرية المختلفة لو بنتكلم على أمبارح طبعا بداية كانت علاقة النادي الأهلي وكامان نادي سموحة هي علاقة مميزة من ساعة ما ظهر فريق سموحة في الدورة الممتازة ومن قبل كده كمان دايما النادي الأهلي بيكون حريص أشد الحرص على التواصل مع الأندية المصرية المختلفة وعلى إن يكون العلاقة دايما مميزة زي ما حنشوف كمان النهاردة زيارة المهمة جدا للكابتن محمود الخطيب أيضا بعد تلبية دعوة الأستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد ألا سكندري وهنا يبين قد إيه أهمية الرياضة والهدف الأسمى من الرياضة وهو دايما التقارب ودي حاجة احنا ممكن نكون افتقدناها على مدار فترات كبيرة جدا سابقة بسبب ظروف مختلفة بسبب مشاكل في الوسط الرياضي بشكل كبير لكن حلوة قوي قوي أن الأمور دي والزيارات دي والحب والتعاون يظهر مرة أخرى خلال الفترة الحالية في فترة هي غاية في الأهمية بالنسبة لجمهورية مصر العربية في إطار السعي للتنمية في مختلف المجالات فبالتالي الأطياط اللي حضرتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة دي طبعا كانت بخصوص زيارة الكابتن محمود الخطيب بالأمس لمقر نادي سموحة وفي الحقيقة كان استقبال أكثر من حافل وده أمر مش جريب على المهندس فرج عامر هذه الشخصية المميزة جدا شخصية الرياضية المؤثرة كمان في الوسط الرياضي راجل بيتمتع بخبرات إدارية كبيرة وبنشوف نتيجة هذه الخبرات في التطور الدائم في مختلف الأصعيدة اللي نادي سموحة سواء على المستوى الإنشائي أو حتى على المستوى الاجتماعي وكمان على المستوى الرياضي كان فيه تبادل طبعا للأعلام وأيضا للدروع الخاصة بكل نادي سواء الأهلي أو سموحة ويعني القطاط يصدها الود والحب المتبادل احنا عارفين ان فيه علاقة صداقة قوية جدا ما بين الكابتن محمود الخطيب ومهندس فرج عامر لكن في الحقيقة الزيارة كانت على المستوى الرسمي بخلاف علاقة الصداقة الصداقة أمر مهم جدا ويبقى فيه علاقات كويسة حتى خارج الجانب الرياضي ما بين رؤساء الأندية لكن الأهم دايما واللي بيبقى دايما فيه مننا اهتمام ونظرة ومتابعة بشكل قوي هو الجانب الرياضي والعلاقات اللي بتكون على المستوى الرسمي الحاجات دي واللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي هي لقطات مهمة قوي ولقطات تبين قد ايه مدى حرص النادي الأهلي على العلاقات وعلى ان تكون العلاقة ما بين النادي الأهلي ومختلف الأندية بشكل جيد وايضا بتدل في الحقيقة على مدى حرص المهندس فرج عامر انه يعني يوجه الدعوة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وانه يكون في هذه الزيارة المهندس Floor شكرا